Le Grand Express مواصل معكم في Le Grand Express نستقبل ضيفنا رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي وعضو المكتب السياسي لحزب الدستوري الحر ألا وسهلا بك سعلي البجاوي مرحبا مرحبا بك وكل مستمعي شكرا على الحضور وقبول الدعوة ضيف الانتربيو الانتربيو سعلي كما قدمتك رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي في بداية حوارنا شنه آخر المستجدات في علاقة برئيسة الحزب عبير موسي في أي وضع الآن هي هي الأستاذ عبير موسي موجودة كما تعرفوا كما نقولوا احنا في مكان احتجازها القصري في سجن النساء بمنوبة موقوفة على ذمة قضايا قداش في القضايا هتوى الحد الآن قضية عائدة من البارح من دائرة تلتها مقاع رجاحة إلى قلم التحقيق من جديد إلى عامية قضاة التحقيق وهي قضية ما يعرف بمكتب الضبط الإداري برئيسة الجمهورية اللي نذكر بالوقايا عليه يمشيت تصب في تظلمات قبل ما يقع التعن في مجموعة من الأوامر للمحكمة الإدارية وهو إجراء يستوجبوا قانون المحكمة الإدارية صادر في سنة 19 هذي الواقعة اللي تم إيقافها فيه الواقعة اللي تم إيقافها فيه في أكتوبر كان في بداية أكتوبر 2023 3 أكتوبر 3 أكتوبر 2023 هذه قضية جنحت كما تعرفوا مرالولا من عند قلم التحقيق دائرة تتهم أيدت قرار ختم بحث صادر عن قلم التحقيق قاعدت عن فيها من قبل النيابة العمومية محكمة التعقيق قامت بنقض القرار وإحالت ملف القضية على دائرة التهاب الجديد لنظر فيها بها أخرى ودائرة التهاب البارحة قررت إرجاع ملف القضية إلى قلم التحقيق من جديد هذه القضية عادي المسار في تقديرك هو المسار قضائيا لو بش نحكيه بلغة القضاء وتدرج القضية هو مسار معناها عادي يبقى أنه مش عادي فيه أنه مسار لم يراعي الإجراءات القانونية سواء في إيقاف الأستاذة أو في أحالتها وفتح التتبع أو أنه حتى في الطعن اللي تم من قبل النيابة العمومية على قرار دائرة التهام كان طعن مخالف لإجراءات الفصل 259 مجلة الإجراءات الجزائية اللي ما يخولش هكذا نوع من الطعون على العموم أحنا قضية بش نشهد أشوات أخرى لدى قلم التحقيق وبطبيعة أحنا بش نوكبوها لحظة بلحظة الجديد الثاني كونه الأستاذة ستمثل يوم الأثنين أمام دائرة الجناحية بمحكمة ابتدائي تونس لأنا ضرر في شكاية كانت قد نتبهها هيئة الانتخابات وتم التحقيق فيها وقعت أجنيحها وانهار الأثنين بش تكون جلسة الأستاذة أمام المحكمة القضية هذه أحنا طلبنا فيها عديد طلبات للمحكمة ما سيرتناش فيهم ورافظتهم ما هي التهمة الموجهة لها في هذه القضية؟ هي تهمة الفقرة الأولى من الفصل 24 مرسوم 54 يعني نشر إشاعات وأخبار معناها غير حقيقية حسب ما دعته لها ويبدأت على إثر موضوع تعلق بندوة صحفية وصارت في تصريحات معينة تصريحات لا يمكن على أي أساس وبأي وجه من الوجوه أن ترتقي إلى مستوى التجريم باعتبارها تصريحات سياسية صادرة عن رئيسة حزب معارض من حقها بش تقيم المسار ومن حقها بش تقيم الانتخابات ومش تحقها بش تقيم النتائج الانتخابات وإلا نقول وعليش الحزب المحلية هنا الانتخابات المحلية بالضبط ولهذا نقول معناها التصريحات ما كانتش تتجاوز حدود ما يسمحوا به القانون وكانت أمام وسائل إعلام وطنية خاصة أو عمومية يعني كانت في الإعلام وهذا دور الأحزاب السياسية أنهم يقيموا أنهم ينقضوا من أجل ما هو أحسن لأنه أنا حزب موجود في المعارضة ما نش موجود في المعارضة كصورة وإنما حقي بش ننقض ونقدم البديل لأنه نؤمنوا أن الأحزاب السياسية هي لتقوم على مشاريع وعلى برامج وعلى رؤية في مختلف المجالات الكلام اللي تقال في الندوة الصحفية قيلة مثله في عديد المرات وفي عديد المناسبات في تونس أو في غير تونس لا يمكن أن يشكل جريمة هيئة الانتخابات هي لقدمت القضية الثانية على معنى المرسوم 54 بالنسبة لهذه القضية على حسب التهم وتكيف التهم شنو الأحكام اللي تنجمت واجهها رئيس الحزب الدستوري الحر هو نص الفقرة الأولى من فصل 24 مرسوم 54 يعطي عقوبة بخمس سنة والسجن بقى ديما العقوبة رأوا النص يعطي الأقصى على اعتبارها جرحة ولكن العقوبة هي سلطة تقديرية القاضية هذا في تقدير كعضو في هذه التفاة عن عبير موسيبه بالنسبة للقضية الأولى كيف القضية الأولى التهمة كانت تهمة كبيرة على مقتدر فصل 72 مجالة الجنائية ولتوصل عقوبتها للأعداء بالضبط هذا الملف اليوم رجع للتحقيق والعامية قضاء التحقيق من جديد للنظر فيه وجملة النقاط اللي طلبتها دائرة الاتهام ومقبلها طلبتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس نذكر ضيفنا سعلي البجاوي رئيس لجنة الدفاع عن عبير موسي وعضو في المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر عبير موسي اللي بدأت في نهار الاثنين 29 جوليه 2024 دخلت في اضراب جوع اضراب جوع كمطالبة بحقها في الترشح للانتخابات الرئاسية شنو لي صار في علاقة بهذا المعطب هو كانت اعلنت الاستاذة وكننا اعلن في نقطة اعلامية كون الاستاذة ابتداء من تاريخي موثولها امام المحكمة الاثنين الفرد اعلنت دخولها في اضراب جوع لسببين السبب الاول يتعلق بمنحها من موارسة حقها كمواطنة وكرئيسة حزب من الترشح للانتخابات الرئاسية باعتبار ان جميع الاثون التي قدمت الحصول على توكيل خاص او عام للقيام باجراءة الترشح وسحب استمارة التزكية والحصول على البتاق عدد ثلاثة او اتمام اجراءات الترشح لم تمكن من هذه الاثون علما كيفاش كيفاش صير العملية من المفروض يقتل لي واحد من المرشحين المحتملين يكون في الايقاف هو المرشح كي يبدأ في الايقاف وهذه حدف تقبل حضرت حتى مع نبي القروي صحيح تمكن منها ترشح ولو نبي القروي تم ايقافه بعد ما اعلنت ترشحه يبدو لي حتى بعد ما قدم ملفه طيب ولكن الاجراءات اللي استوجبتها القرارات الاخيرة انو يزم يكون اما المترشحة شخصية يسحب استمارة التزكية وقدم ملف ترشحه او عن طريق وكيله الوكيل هون كيفاش يكون احنا طلبنا اوذون من الجهات القضائية المختصة جميع الجهات القضائية رفضت هذه الاثون واخرها دائرة الاتهام اللي نظرت في ملف مكتب الضبط الاداري ما استجابتش لهالطلب وانا طيب اذا كان متمكنناش من التوكيل فان المحامي طبقا لمرسوم المحامات والفصل الثاني منه تحديدا عنده الحق بشنوب موكله امام الجهات القضائية وامام الجهات الادارية قدمنا اعلام نيابة عن المترشحة الاستاذ عابر موسي امام هيئة الانتخابات لسحب استمارة التزكية جوبها هذا الطلب بالرفض يتم توكيل خاص هذا توكيل خاص او توكيل عام هي صيغة القرار الذي ورد معه جملة مؤاخذاتنا عليه ما تنصش تحديدا على توكيل خاص ولا توكيل عام ولكن في كلتا الحالتين هذا الطلب من الحصول على توكيل رفض سواء كان عاما او خاصا نفهم من كلمك سعليل بجاوي كونه الى حد هذه اللحظة عابر موسي ما تنجمش تقدم ملف للترشح للانتخابات اه هنا بشنا دخلوا في باب التأويلات iche لا نحكي الى حد من حد هذه اللحظة الى حد هذه اللحظة مشيتوا في إجراءات قدامة المحكمة الإدارية مشينا في إجراءات قدامة المحكمة الإدارية وكان مفترض ان المحكمة الإدارية تنظر في الموضوع في ظرفه ثلاثة أيام المحكمة الإدارية ما نظرتش قداش عندكم اللي رسلته للمحكمة الإدارية أكثر من أسبوع وكان يفترض قانونة أن تنظروا في الموضوع في ظرفي ثلاثة أيام شنو طلبتوا منها المحكمة الإدارية؟ طلبنا منها أنها الهيئة المشرفة على الانتخابات اللي عندها الولاية العامة أنها تقوم بجملة من الإجراءات اللي تمكن منوبتنا من القيام بمطلب ترشحها في ظروف قانونية وإجرائية عادي وهي شنية الإجراءات هذه؟ الهيئة كما قلت عندها الولاية العامة تستطيع أن تكلف أحد أعضائها أو منظورها أنه يمكن ويتحول إلى السجن لتمكين من استمارة التزكي والقيام بإجراءات الترشح لكن هذا الطلب بنسبة لهائة الدفاع؟ هذا طلب بنسبة لهائة الدفاع إذن هل إجراءات هذه كل كان الغاية منها أنا في تقديرنا كحزب سياسي وفي تقدير رئيسة الهزب هالغاية هي إقصائها من المشاركة في هذه اللعبة السياسية اللي هي حق لكل مواطن تونسي طالما خلا من الموانع التي ينص عليها الدستور القانون شكون؟ شكون؟ ما نعرف شكون؟ كنت قل لي الهدف هو إقصائها؟ شكون يحب يقصيها؟ أمام هذه الإجراءات واللي هي ما عندها حتى مانع قانوني لأنه إحنا اليوم حتى كنا نحكيه على البطاقة أعداد ثلاثة أنا أقول بطاقة أعداد ثلاثة هي بطاقة سوابق ويجب أن تتضمن هذه البطاقة ما يفيد أنه الإنسان هذا محروم من حقوقه المدنية والسياسية لأنه حتى لو تضمنت سوابق الصورة العادية لا تمنعه قانون من الجرات نصف الفصل تسعة وثمانين من الدستور يعطي جملة من الشروط يقول بالغ من العمر أربعين سنة عنده جنسية تونسية أبوه تونسي أمه تونسية جد للأب تونسي جد للأم تونسي وكلهم تونسيون بدون انقطاع هذا متوفر أن يكون له من الحقوق المدنية والسياسية للقيام بمطلب الترشحة الفصل ما قالش أنه يكون نقيس سوابق العادية القانون الانتخابي كذلك هو ترشح حق لكل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية النص من طرف الفصل تسعة وثمانين ما قالش أنه يكون ما يزمش يكون عنده سوابق عادلية ما قالش أنه يزم يكون عنده تتبعات عادلية نص القانون الانتخابي أيضا ما قالش يزم يكون عنده سوابق عادلية نجيه للبطاقة عدد الثلاثة البطاقة عدد الثلاثة سبق أنه المحكمة الإدارية 2014 أصدرت فيها قرارة نتقول راهوا هالطلبة ذاية غير منطقي علش لأنه هالوثيقة هذية تملكها سلطة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية يعني النجم وقوله والسلطة اللي ممنوحة للإدارة تنجم تعطيك بطاقة وتنجم ما تعطيكش واحنا نشوفنا في حتى حالات متعامواتنين عادية يبدأ عنده بعض القضايا الجيجي في المحكمة يقول له ليه ما نعطيك البطاقة كما تجيب لي مآل القضايا وهذا طلب غير معقول لأنه كما قلت بطاقة عدد ثلاثة هي بطاقة سوابق تتضمنوا الأحكام النهائية لأنه حتى إذا كان فهم أحكامه هي موضوع طعن ما تدخلش في البطاقة الثلاثة إلا ما تصبح نهائيا ونهائيا واستوفت جميع مراحل التقضي ما جاوبنيش بيقى على سؤالي يا أستاذ علي البجاوي من وراء هذا الإقصال لأنه هنا علش تقول لك علش أنا قاعد نسأل ونحب ندقق لسبب معين شوف أنا قول من وراء الإقصال منظومة بعينها شو معنى؟ يعني كنرجع لمواقف الحزب الدستوري الحر ومواقف عبير موسي منذ دخولها إلى البرلمان هي تصدت لمنظومة كاملة تحكي برلمان 2019 2019 هذه المنظومة اهترأت وهي كانت معارضة بشدة للحزب الدستوري الحر ومواقف عبير موسي هالإقصال هذا تواصل بعد تجميد البرلمان ومن ثمت حله من جهات معينة ما نعرشش نوع الوازع أو السبب اللي يخلي الأقصاء هذا يقع نحن نقوله بالعكس هو الترشح كان ربما في الحياة السياسية التونسية يعطيك الإضافة علش يعطيك الإضافة؟ لأنه هذه أول أمرأة رئيس الحزب أول أمرأة ثمرة السياسة اللي تعاملت من 56 أمتع المساوات بين المرأة والرجل علما أنه كنقول الكلام هذا راهو المرأة التونسية خذات حقوقها في أنها تكون ناخبة أو منتخبة قبل المرأة السويسرية ربما هذا البعض أو الكثير لا يعرفوا منها بلدين أوروبية اللي كنا نحن نسوي قولها كمرجع حذاري ومرجع متع تقدم ومرجع متع مساوات أحنا سبقناهم في هذا في نفس هذه النقطة رأو فهم دول اللي هي محترمة جدا اليوم موضوع انتخاب المرأة رأو حسموه بعد سنوات الألفين بعد سنوات الألفين أصبحت للمرأة حق التصويت جزء في هذا القوس المرأة السويسرية ذات حق التصويت 73 واضح قلنا كانت فرصة أنه خليوا امرأة رئيسة حزب تشارك عندها برنامج عندها ما ترى وما يرى الحزب أنه ممكن يغير واقع الشعب التونسي اليوم نحرموها بدون سبب واضح أنا نقول هذا هي تراجع عن الحقوق المكتسبة احنا شوفنا ونعطيك مثال اعدد نساء المرسمات في السجل الانتخابي أكثر من الرجل شوفوا حتى النتيجة بتاع البكالوريا الإخرانية عدد الفتيات أكثر من الذكور وهذا يعطيك على أنه ويدلك على أنه كان البرنامج الاجتماعي بتاع دولة الاستقلال وراء تكريس المساواة ومن بعد جات الشراكة وكنا نأملوا أنه هذا في المستقبل يتحسن ويتدعى ونوضح هنا عليش قتلك ندقه للموضوع لأنه بالقانون الانتخابي ما يلجمش يكون فما أي لغة فيه علاقة بهيئة الانتخابات وتشكيك سواء في استقلاليتها أو في نازهتها وبالتالي وجب التوضيح حتى لا يتم فهم الكلام بصورة مغايرة احنا عمليا اليوم غرة قوت 2024 آخر تاريخ لتقديم ملفات الترشحات للانتخابات هو الستة أوت خمسة يام أخرين اليوم قدام الحزب الحر شنية الفرضيات اللي مطروحة على أرض الواقع باش تواصلوا في دعم ترشيح الأستاذ عبير موسي رئيس الحزب بالوسائل القانونية بمعنى قتلي مشيتوا للمحكمة الإدارية ولا فم فرضية أخر قلناه في ندوة صحفية قلناه من قبل من سنة 2022 نحن متمسكون بالأستاذ عبير موسي مرشحتنا الوحيدة للانتخابات الرئاسية 2024 وليس لنا أي مرشح آخر بديل عنها لكن الوقت غير الوقت 2022 ظروف ما كانتش هي نفس الظروف اليوم سنواصل النظال القانوني السلمي من أجل تحويل مطلب الترشح إلى واقع لكن قدام خمسة يام ما زالوا سعلي سنصلوا الليلة بالنهار من أجل ذلك فما رأوا منطقيا هات نعطيك شوية فما جمع تسكيات مسألت جمع التسكيات مش مقلقنا يمكنونا من الاستمارة فقط مش كان الاستمارة البيتروها البيتروها قدتك عن جهة إدارية وإحنا قدمنا الطلبات اللازمة للجهات المختصة على اعتبارنا احنا محامين للأستاذ عابير موسي وهذا يخوله لنا كما قلتك الفصل الثاني من مرسوم المتعلق بالمحامات كتقول لي ما عناش مشكلة مع التسكيات بنسبة لكم انتم الحصول على عشر آلاف تسكية ماهوش أمر صعي في قديش وقت في أقصر وقت تصوره هذا اللي مخلي معطى الوقت ماهوش مقلقكم بالكل بالنسبة للمسألة التسكيات ماعنا فيها حتقلق وهذا نأكده لك ومنتسبي الحزب وهيكل ومخرطي ومناصري على استعداد باش حتى لللحظة التسعين يقدموا تسكية باه في صورة ما عدم التوصل قانونيا إلى ترشيح رئيس الحزب الدستوري الحر للانتخابات شنو بشيكون الموقف لكل حادث الحديث أمامنا إجراءات قانونية لا لا نحكي لا لا مش قاعد نحكي سياسيا قاعد هنا نحكي رو مش قانونيا قانونيا نحكي في علاقة بالانتخابات لو يتسكر الباب كاملا امام ترشيح لا نحكي إذا كان نهار ستة أوت رئيسة الحزب الدستوري الحر لم تتمكن من تقديم ملف ترشح أنا للنجم نأكده لك أنك ما كش بشترع الحزب الدستوري الحر أو أنصار أو منخرطي أو منتسبيه أو هيكله في حتى حملة امتخابية متع مرشح آخر وسنصرح بموقفنا سنصرح بموقفنا الحاسم في اللحظة الحاسمة شو معناه لكل حادث الحادث مثال شفاسر هلي هذي بركة حكاية الحاسمة هذي مهمة في وقت في وقت بيه اللي نفهمه من كلامك كونه عبير موسي أو لا أحد بالناسبة للحزب الدستوري الحر هذا موقفنا الواضح والجلي ومنذ الفين واثنين وعشرين وإلى الآن ونحن متمسكون به أكثر من أي وقت المضع إذا كان فما مترشحين أخرين من العائلة الدستورية ما فما حتى مجال اللي دعمهم في في المسار الانتخابي لن تجدوننا في أي حملة انتخابية لأي مرشح وسيكون لنا موقفنا الحاسب في اللحظة الحاسبة هذا 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 قرار آآ النوات الصلبة متاع الحزب وإلا كذلك ما نعكيش أشوف أحنا أصغر هيكل أو أيض أصغر منخرط في الحزب معتبروه من نوات الصلبة للحزب الدستوري الحر يعني نحن عنا المفهوم متاع متاع الأهل العائلة الناس كلنا كيف كيف كما عوضوا ديوان سياسي كما المخرط كما المهايكل في أدنى هيكل ما عنا حتى إشكال في هذا وكلنا نخموا ونتناقشوا مع بعضنا ونوصلوا للنتاج مع بعضنا ونخافوا على بعضنا ونحبوا بعضنا وهذه رسالتنا لكل الناس المتسبين للحزب الدستوري ايه لكن لكن ما ما تنجموش تمنعوا الناخب اللي هو آآ حتى كان آآ كان ينوي انتخاب عبير موسي كونه ينتخب أوجوه أخرى سواء من الدساتر للقدم وإلا من الوجوه السياسية الأخرى ما نحكيوش آآ بلغة المنع ولكن نحكيوه بلغة القرار الجماعي أنه منتسبين الحزب قالوا احنا من صوتوش لأي مرشح عدا الأستاذ عبير موسي مرشح دق هذا قرار جماعي دق حاش بكلمة سعليل بجاوي بالطريقة هذه يصبحوا المنتسبين للحزب الدستوري الحر غير معنيين بالانتخابات إذا كان ما فيه عبير موسي سيكون لنا موقفنا الحاسم بالتشاور معها ومع قيادتنا في كل المراحل العملية الانتخابية وفي اللحظة المناسبة في المعتى القانوني شنون وين شنون وين ليس أمامنا إلا ذهب إلى القضاء هو الفيصل والقضاء في كل دول العالم هو أولا الضامن للحرية والضامن للحقوق والقضاء هو رسالة سامية اقتصادية اجتماعية سياسية وقانونية بحثا عن الأمان القانوني لأن الأمان القانوني في أي مجتمع راه هو الدليل الواضح على أن مجتمع يعيشه في مصالحة مع نفسه وفي سلم اجتماعية التقيت بالأستاذ عابير موسي مؤخرا أنا دائما التقاء بها كيفاش الحالة التي هي فيها صحيا عابير موسي نفسانيا على الأقل عابير موسي صحيا متعبة ولكن معنويات متعبة في السماء كتقولي صحيا متعبة من جراء ضرب الجوع وإلا من حاجات أخرى صحيا هي من 3 أكتوبر عانت الأمرين حتى في أخيرا في نقلها إلى السجن أو غيروا في الطريقة لقع نقلها بها وطريقة لخلوا بها تنتظر مع متعابها صحية هي مرهقة هي تعامل معاملة غير عادية وكانت لاحظة هذا المحكمة في الجسال فاتت وطلب ليسا اندفاع جملة من طلبات طلبة معين تلك الحالة واجراء تسخير طبية لازمة ولكن المحكمة تجاهلت هذا الطلب عابير موسي رغم ذلك معنوياتها مرتفعة جدا وهذا نأكده لك باعتبار أني دائم الاتصال بالأستاذ عابير موسي يعني بنفس الإصرار بنفس العزيمة بنفس الإرادة ونفس قوة الإرادة شكرا باعتبار لحظة قراءة في عنوين النشرة المفصلة للأخبار مع موسيقى موسيقى